أرى باسمو الشيخ حمدان بن محمد براشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي عن اعتزازه بتتويج دبي بلقاب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2023 من موقع تريبا دفايزر أكبر منصة للسفاري في العالم وذلك للعام الثاني على توالي ما يعكس المكان الرائد لدبي كأحدى أبرز الوجهات السياحية المفضلة في العالم وقال بعد أيام قليلة من اطلاق صاحب اسمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعه الله أجندة دبي الاقتصادية دي 33 التي تهدف إلى جعل دبي أفضل ثلاثة وجهات عالمية للسياحة والأعمال يأتي هذا الإنجاز العالمي وللعام الثاني على التوالي وباختيار ملايين المسافرين من حول العالم ليؤكد جدار دبي وقدرتها على تحقيق هذا الهدف ويبرز مكانتها كأحدى الوجهات التي تحظى بثقة كبيرة وتقدير دولي وسع النطاق ونوه سموه بأهمية هذا الإنجاز وما استند إليه من مقاومات قائلا التنوع الكبير لقطع سياحي ما بين سياحة العطلات وسياحة الأعمال والمعارض والمؤتمرات في دبي تدعمه بنية تحتية رفيعة المستوى ومرافق سياحية وخدمية وترفيهية بالغة التمييز بالمعايير العالمية وتسهيلات وخدمات لوجستية من الأفضل عالميا ووجه سمو ولي عهد دبي الشكر إلى كل من أسهم من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز الذي يأتي كثامرة للتعاون النموذجي بين القطاعين الحكومي والخاصة ضمن شركة هدفها تعزيز خطى دبي على طريق ريادة العالمية ضمن مختلف المجالات وجاء إعلان اختيار دبي ضمن صدارة التصنيف الدولي للوجهات العالمية المفضلة للمسافرين لعام 2023 خلال الحفل السنوي الذي تقيمه Trip Advisor حيث ينسجم اختيار المسافرين للإمارة للمرة الثانية على التوالي مع الجهود المبذولة لتعزيز اقتصاد الإمارة المتنامي بما فيه قطاع السياحة وهي المرة الثانية في التاريخ التي تحصر فيها وجهة عالمية على اللقب لعامين متتاليين